السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي رياضيات للصف الثالث متوسط راح نكمل وياكم شرح المقدار المميز صفحة 83 اخذت المحاضرة اللي قبلها حل المعادلات بالقانون العام يعني طريقة الدستور واليوم ان شاء الله راح ناخذ صفحة 83 المقدار المميز دلتا يساوي نبي تربيع ناقص 4 AC دلتا يساوي نبي تربيع ناقص 4 AC هذا قانون المميز يسموه قانون المميز مثلا عندي هنا نوع قلنا هذا قانون المميز دلتا يساوي نبي تربيع ناقص 4 AC اذا طلع عنا يعني الناتج موجب ومربع كامل طبعا هذاني حفظ هذاني الاربع ملاحظات سنقول حفظ اذا طلع عنا الناتج موجب ومربع كامل فرح يكون جذران حقيقيان نسبيان وإذا كان الناتج موجب وليس مربع كامل رح يصير جذران حقيقان غير نسبيان وإذا طلع الناتج صفر حيصير جذران حقيقيان متساويان وإذا طلع الناتج سالب رح يصير جذران غير حقيقيان يعني مجموعة خالية فرح ناخذ هذا المثال أولا مثال الثالث حدد جذري المعادلة أولا ثم مجد مجموعة الحل في R إذا كان ممكنا يعني أول مرة لازم نحدد جذري المعادلة وبعدين نحدد مجموعة الحل في R 2x تربيع زائد 3x ناقص 2 يساوينا صفر يلا يعني نبدي نبدي المثال الأول 2x تربيع 2x تربيع زائد 3x ناقص 2 يساوينا صفر شي يقول لي يقول لي حدد جذري المعادلة أولا ثم جد مجموعة الحل في R إذا كان ممكنا يطيني هجي سؤال أنا شاقول أول مرة طلع قيمة A و B و C A يساوي نجد هي وإشارتها 2 زين B يساوي نجد 3 و C يساوي نسالب 2 هي وإشارتها حددت هذا A و B و C نكتب قانون المميز اللي هو شي يقول دلتا يساوينا B تربيع ناقص 4 A C يلا عيني دلتا يساوينا جد B تربيع 3 تربيع ناقص 4 تنزل A يساوي ناقص 2 و C يساوي ناقص 2 يساوي ناقص 3 تربيحة 9 السالب بالسالب موجب 4 في 2 ثمانية 8 4 4 4 في 2 ثمانية 8 في 2 ثمانية 8 في 2 ثمانية يساوي ناقص 9 زائد 16 25 إذا نشطلع لهذا الناتج مربع كامل أو موجب يعني ما طلع له سالم فش نقول جذران حقيقيان نسبيان نقول جذران المعادلة نقول المعادلة جذران جذران حقيقيان نسبيان حقيقيان نسبيان يلا عيني هسا مادام طلع لي مربع كامل وموجب يعني مربع كامل راح نطبق عليهم على قانون العام اللي هو قانون الدستور X يساوي نا سالب B زائد أو سالب جذر B تربيع ناقص 4 AC على يمن على ثنيا أي زي يعني مكان هذا كله بي تربيع ناقص 4 AC خلي 25 X يساوي نا سالب نزلته البيج قد ثلاثة زائد أو سالب جذر البي تربيع ناقص 4 AC القانون المميز اللي طلعناه 25 على يمن على 2 2 في والأي جقل الأي تكتب الله الأي 2 ناقص 4 AC ناقص 5 AC سالب 3 زائد أو سالب جذر 25 على 2 في 2 4 4 ناقص 5 AC ناقص 5 AC ناقص 5 AC سالب 3 ناقص 5 AC ناقص 5 AC 2 2 2 4 2 1 2 1 2 1 2 2 او احنا اخذتها موجب سالب ثلاثة ناقص خمسة عليمن على أربعة اشارات مش شابهة نزل اشارة ونجمع خمسة وثلاثة جقال ثمانية عليمن على أربعة اكو اختصار بين الثمانية وبين الأربعة هاي بها واحد وهاي بها سالب اثنين جقال طنع عنا سالب اثنين طنع علي سالب اثنين وطنع علي واحد على اثنين هذي انتهت المسألة الأولى المسألة الثانية قايل لي واي تربيع ناقص اربعة واي ناقص تسعة يساوينا صفر يلا عيني مثل ما قلت الاي يساوينا جقد واحد والبي يساوينا سالب اربعة والسي يساوينا سالب تسعة طلعت قيمة اي او بي او سي نكتب القانون المميز دلتا يساوينا بي تربيع ناقص اربعة اي سي ها عيني بي تربيع ناقص اربعة اي سي نجي نطبق على القانون بي تربيع جقد سالب اربعة تربيع ناقص اربعة في الاي جقد واحد والسي سالب تسعة يساوينا السالب بالتربيع ما اخذينها قاعدة ثابتة بانه يهمل ها عيني. ذا بي اربعة يرجع بي سالب موجة اوة inevitable اربعة في واحد اربعة اربعة في واحد اربعة اوه في تسعة اربعة philosoph� اربعة في تسعة اه ها ستة وتلاسين او ازين 16 زائد 36 اشقل 2 52 نقول وي ساوينا 52 اذا اشقل طلعنا 52 هذا المقدار المقدار المميز مو مربع كامل يعني مثلا ماذا المربع كامل قبل شوية اخذنا المثال طلعنا 25 يعني جاي من 5 في 5 او مثلا 49 جاي من 7 في 7 او 100 جاي من 50 فهذا ال52 مو مربع كامل اذا هذا شا اقول هو العدد موجب وليس مربع كامل العدد موجب وليس مربع كامل شنو راح يصير جذران حقيقيان غير نسبيان جذران حقيقيان غير نسبيان زين نطبق عليمن على قانون الدستور x يساوينا سالب b زائد او سالب جذر بي تربيع ناقص 4 ac عليمن على 2a اش وكت ما اطبق على هذا قانون الدستور اذا طلعلي سالب يعني المميز اذا طلعلي سالب ما اطبقه لهنا وقف هسا حناخذ مثال عليه نقول x يساوينا سالب بي ججد سالب 4 زائد او سالب جذر بي تربيع نقص اربعة اي سي ثنين وخمسين كل هذا الاثنين في اه جد ال اي واحد نقول اكس يساوينا سالب اربعة زائد او سالب اثنين وخمسين على اثنين في واحد اثنين اثنين في واحد اثنين هاي مرة اخذها سالب ومرة اخذها موجب زين ناخذ المثال اللاخ اه مطيني زت تربيع زت تربيع زائد ثمانية زت يساوينا سالب 16 يلا يعني قبل قانون نقول اي يساوينا جد واحد وبي يساوينا ثمانية هاي يساوينا سالب 16 لازم نرتبها اضاني مرتبها لازم نرتبها اقول زت تربيع زائد ثمانية زت اه هذا ناقص 16 لما نرجي أدخلها وصفر المعادلة السالة بيصير موجب زائد 16 يساوينا صفر يلا عيني A يساوينا واحد B يساوينا ثمانية C يساوينا 16 طلعت قيمة A و B و C هسا راح أكتب قانون المميز دلتا يساوينا B تربيع ناقص أربعة A C نجي نطبق على القانون جقد B تربيع ثمانية تربيع ناقص أربعة في A جقد واحد في C جقد 16 ها عيني يساوينا ثمانية تربيع ثمانية في ثمانية 64 ناقص 4 في واحد 4 4 في 16 هم 64 إذن طلعلي هاي 64 ناقص 64 مو يساوينا صفر طلعلي قلنا طلع إذا طلع 64 ناقص 64 يساوينا صفر إذن قيمة المميز صفر أي المعادلة شئلها لها جذر حقيقي واحد جذران حقيقيان متساويان المعادلة جذران حقيقيان متساويان جذران حقيقيان متساويان زين هسا راح نطبق عليهم على قانون الدستور اللي هو يقول بي تربيع ناقص لا سي يساوينا اكس اكس يساوينا سالب ب زائد او سالب جذر بي تربيع ناقص 4 اي سي اليمن على 2 اي زين السالب سالب بي جد طلعنا احنا سالب 8 زائد او سالب جذر بي تربيع 8 تربيع ناقص 4 في الاي جد جد الاي واحد والس 16 عليمن على 2 في الاي واحد يلا سالب ثمانية زائد او سالب جذر ثمانية في ثمانية ثمانية هاي سالب ثمانية نزلتها زائد او سالب طبعا هذا كل كسر سالب ثمانية زائد او سالب الاثمانية تربيع 64 ناقص 4 في 1 4 في 16 64 على يمن 2 في 1 2 هذي 64 ويهي 64 راح الصفر ويساوي سالب ثمانية على يمن على 2 اكو بيها اختصار هاي بيها واحد وهذه بيها سالب 4 ويساوي سالب 4 طلع يمكن انطبق القانون اللي هو سالب بي على اساس هو هذا لما نريد نطبقه نقول سالب بي على 2 اي سالب بي اشقيت قلنا سالب بي سالب 8 على 2 في 2 و اي واحد يعني 2 في واحد نفس الشي هاي سالب 8 على 2 يطلع عنا سالب 4 المثال الاخير اللي هو داي اللي اكستر اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 10 يساوي النا 0 يلا عيني هسا نقول اي يساوي النا واحد او بي يساوي النا سالب 2 او سي يساوي النا 10 نكتب قانون المميز بي تربيع ناقص 4 اي سي نطبق القانون بي تربيع سالب 2 تربيع ناقص 4 في اي جد 1 والس جد 10 سالب بالتربيع يهمل 2 في 4 ناقص 4 في 1 4 في 10 4 في 1 4 4 في 10 40 الشارطي الكبير هو سالب 40 ناقص 4 36 36 36 36 36 مادام طلع لسالب اذا ما احله بطريقة الدستور اقول قيمة المقدار قيمة المقدار سالب ليس لها حل يعني المعادلة اقول المعادلة ليس لها حل في R يعني ما طبقها مثل ما قلنا قلنا اذا طلع للناتج سالب ما طبقه على قانون الدستور وكل التوفيق يا ربه